يوم 9 أكتوبر سنة عشرين أربعة وعشرين بيخرج الرئيس الأمريكي بايدن في خطاب عاجل للشعب الأمريكي خاصة سكان ولاية فلوريدا والولايات القريبة منها هتطالبهم في الخطاب بضرورة التوجه للمناطق الآمنة وإخلاء الولاية فوراً الولايات المتحدة الأمريكية بتتعرض لإعصار خطير قال عنه بايدن إنه إعصار تاريخي في حالة عدم إخلاء المناطق دي الرئيس الأمريكي بيحذر إنه هيكون فيه إعداد وفيات محدش قادر يتوقعها أهلاً بكم يا سيادات والسادة في حلقة جديدة مع عبداللطيف وفي هذه الحلقة هنتكلم عن إعصار ميلتون فمش عايزين نطول كتير خلونا نبدأ في الحقيقة إعصار ميلتون في المكان ده تحديداً ولاية فلوريدا بأول عياد الساحل الشرق لولايات المتحدة الأمريكية بيرجع للشعب هناك ذكريات وحشة قوي هتبدأ بداية من القرن اللي فات إعصار جالف ستون بدأ القرن اللي فات بأسوأ شكل ممكن بالنسبة للأمريكان كان إعصار من الدرجة الرابعة هيدرب ميناء جالف ستون أكبر ميناء في ولاد تيكسيس اللي كان فيها أربعين ألف ناسة ما وقتها هيدمر تقريباً 3600 مبنى وهيروح ضحية الإعصار ده أكتر من 8000 شخص الأمريكان لحد النهاردة بيأخذوا الإعصار ده كريفرنس في الكوارث الطبيعي فضل لفترات طويلة من أعنف الأعصير وأعنف كارثة طبيعية تعرضت لها الوقت المتحدة الأمريكية وفي الوقت المصريين كانوا خارجين فيهم مظاهرات ضد الاحتلال بريطاني بيطلبوا فيها الإنجليز بأنهم يفرجوا عن الوفد بقاعدات ساعد زغلول سنة 1919 كان الأمريكان محتاسين فيه موال تاني خالص أكتر من 500 سفين هيغرقوا في المحيط بسبب إعصار فلوري داكاز الإعصار اللي هيموت تقريباً 287 شخص والموجات اللي جات بعده هتؤدي لوفاة أكتر من 600 تانيين سنة 1926 هيحصل فيه ميامي إعصار شبه الإعصار اللي حصل سنة 1900 إعصار برضو من الفئة الرابعة إعصار ميامي العظيم اللي هيضرب بواسط ميامي وبشارتها مش أطرافها ولا أماكن بعيدة على حدودها ميامي وقتها كانت واحدة من أغنى وأزحم ولاية أمريكا فيضانات في كل مكان ضربت الولاية قدت لدمار وهلاك كثير من المبني والسكان في الأوراق الرسمية قال إن اللي ماتوا كانوا 373 شخص بس لكن الأهالي بيقولوا إن مات منهم أكتر من 800 حقيقة الخسائر اللي تسبب فيها إعصار ميامي العظيم كان لها تأثيرات كبيرة عن المصالق اقتصادي وقتها ومشهتها لحق أمريكا تفوق بعد إعصار ميامي بسنتين هيدرب في الأوراق إعصار أوكي تشوبي تحديدا سنة 1928 برضو كان إعصار من الفئة الرابعة أعداد القتلى تجاوزت 1500 شخص الإعصار أدى لتدمير سدود مياه كانت بتحجز كميات مهولة من المياه وراخب كلها هتبدأ تتحرك وتنطلق في نفس اللحظة علشان تدمر أجزاء كبيرة جدا من المدينة الفيضانات دي الواحدها قتلت 1000 كمان يعني توتل كده 1500 واحد طب مع كفاية بقى عم عبل طيفة هقولك لا مش كفاية الطبيعة في المنطقة دي أصلا بتحب الأعصير سنة 1935 إعصار تاني فيه في لوري دا كيز سنة 1938 إعصار نيو إنجلند 1954 إعصار هازل 1955 إعصار ديان كلام ده كله عن الأعصير اللي حصلت في القرن اللي فات أغلبهم كم من الدرجة الرابعة الغريب بقى إن ولاية في لوري دا اللي تعتبر من أكتر ولاية أمريكا تعرضا للأعصير من سنة 1850 لـ 2023 ما ضربهاش غير ثلاثة أعصير بس من الدرجة الخمسة إيه دا هو فيه درجة الخمسة؟ نعم أيها السادات والسادة وإعصار بيلتون هو الرابع من سنة 1850 لـ 2024 أربع أعصير بس من الفئة الخمسة ضربوا في لوري دا بس الحقيقة موضوع الفئة دا محير أوه أقولك لا مش محير ولا حاجة سنة 1971 سيتم تطوير مقياس عن طريقه بتقاس شدة الأعصير أيوا بالضبط زي مكاسر اختر بتعزي لازم مقاس الأعصير اسمه سافر سيمسون اللي حط فئات بيتم فيها تصنيف الأعصير فئة أولى وتانية وتالتة وربعة وخمسة الفئة الأولى هي أصغر فئة وهكذا بتزيد لحد ما نوصل للخمسة الفئة الخمسة دي تعتبر من أخطر ما يكون سرعة الرياح في عصير الفئة الخمسة بتتجاوز 252 كيلو متر في الساعة دي سرعة قادرة إنها تعمل انهيار في أسقف المصانع وأسقف البنايات الضخمة ما بقلك بقى بالمباني الصغيرة اللي طبعا هتنهار بالكامل كلام ده بيكون على نطاق من خمسة لتمانية كيلو متر من مركز الإعصار ممكن البيوت اللي أبعد من المسافة دي تنجو من هذه الكارثة بس خيني أقولك إن الإعصار نفسه على رغم من تدميره الشديد ده اللي إنه برضو مش الحاجة اللي المفروض تقلق منها قوي الفيضانات اللي بتيجي بعد الإعصار هي الحاجة اللي تقلق بجد لأنها بكل بساطة بتاخد في وشها كده مباني كاملة الأشجار اللي جزرها بتكون ضربة جامد في الأرض بتقتلعها بكل سهولة وده تحديداً اللي بيحصل فيه ولاية فلوريدا في إعصار ميلتون الإعصار بدأ يتكون فوق المحيط الأطلسي اتحرك بسرعة رهيبة ناحية الساحة الرياح فضلت سرعتها تزيب بشكل تدريب بنتكلم على تقريباً 150 كيلو متر في الساعة يعني إعصار درجة ثالثة ممكن يوصل لدرجة رابعة حاجة ما تقلقش قوي بس المفاجأة أن سرعة الرياح تجاوزت 250 كيلو متر في الساعة في وقت قليل قوي العمطار الغزيرة اللي جابها الإعصار قدت لفيضانات ضخمة في المناطق الساحلية أثناء مرور الإعصار كتير من القرى تم تدميرها بشكل مباشر المنازل اتدمرت تماماً بقت غير قابلة لاستخدام أصلي والبنية التحتية اللي وجدت فلوريدا اتعرضت لخسائر كتير الناس اضطروا أنهم يسيبوا بيوتهم ويبدأوا يدوروا على أماكن تانية يستخبوا فيها اللي ميز إعصار ميلتون أنه طبعاً من الفئة الخمسة وبالتالي له قوة أدميرية عالية وبيتحرك بسرعة رهيبة حكومات المحلية في ولاية فلوريدا يتبذل مجهود كبير علشان تحاول تقلل من الأثار المدمرة للإعصار يحاولوا يحتوي الكارثة على قد ما يقدروا فرق كاملة من المسعفين وقوات الطوارئ بدأوا يروحوا على ولاية فلوريدا يوفروا مقاول للنازحين يحاولوا أنهم يعالجوا أي مصابين ينتشروا جسس من تحت الأنقاض وهكذا من اللحلة الاقتصادية إعصار ميلتون أثر بشكل ملحوظ الزراعة اتأثرت بشدة محصل زراعية كاملة وأراضي زراعية كاملة تشيالت من مكانها كثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة تضررت بشكل كبير محلات كثير اضطرت أنها تقفل بسبب الإعصار صاحب المحل خدله في سنان وطار كل دو أكثر أثر على الاقتصاد المحلي لولاية فلوريدا ويخلي الناس في المستقبل يعانوا من ضغوط مالية كبيرة في حالة أن الحكومة مقدمتش تعاوضات ليهم ومن هنا ناس كثير في المدن الساحلية مع المستوى العالم بيبدأوا يخافهم مع كل إعصار بيحصل الناس بتخاف لأنه قلية للعارف إزاي الإعصار بيحصل معاصل اللي يخليه يحصل في فلوريدا يخليه يحصل في اسكندرية أو في جدة أو غيرها وغيرها في الحقيقة الطريقة اللي علشانها الإعصار بيحصل معقدة شويتين وبالتالي لازم نبسط الموضوع بشكل قريب إنه يكون مخيل علشان نقدر بس نشرحه في حلقة يوتيوب في الغالب الإعصار بيحصل في المحيطات يا الله يا عم بسط مش يحصل في البحر ولا النهر أكيد الترع اللي قدام بيتكم مش يحصل فيها حاجة المحيطات طيب إيه اللي بيحصل المياه السطحية بتاعت المحيط درجة حررتها بتكون قريبة من 26.5 درجة موية المياه في الوقت ده بتتبخر بسرعة كبيرة بتسعد طبعا لطبقات الجو العولي نتيجة لصعود كمات كبيرة من بخير المياه الساخن بيحصل تكثيف لها بسرعة فبتتكون سحب ضخمة ومهولة مليانة طاقة وحرارة تبدأ السحب دي تدور على أي منطقة فيها ضغط منخفض وإيه اللي دايما هتلاقيه بيدور على أي مكان فيه ضغط منخفض الرياح طبعا اللي بتكون في المحيطات جاية من كل مكان ورايحة في أي مكان فبتبدأ الرياح تعمل حركة دوران حول المركز ده والرياح بتسحب معها السحب الضخمة المهولة دي وكلما الضغط كان منخفض في هذا المركز كلما كانت سرعة الرياح عليه أكبر ومن هنا بيبدأ الإعصار يعني لازم يكون فيه أكتر من العامل يجتمعوا مع بعض علشان معادلة حدوث الإعصار تحصل ودائما لما بنشوف أي صورة لأي إعصار بنلاقي منطقة في نص الإعصار كده بتكون هادية دي بتتسمى عين الإعصار المنطقة دي فعلا بيكون الضغط فيها منخفض جدا والرياح فيها تكتة كومن عديم بعد كده بتبدأ الرياح يولد حرك الإعصار رايح جاي غالبا ما بتود الإعصار نحية المناطق اليابسة أما بيوصل ليه اليابسة بتبدأ قوته يفقدها تدريجيا لأنه بيخسر مصدر الرئيس للطاق وهو المية الدفية اللي موجودة في البحر وبس كده توتا توتا خلصت الحدوتة الإعصار بيختفي الواحد بس مع تكرار العملية دي في مناطق بعينها زي ولاية فلوريدا العلماء بدأوا يتوقعوا مواسم للأعصير من أوائل أغسطس لأواخر نوفمبر من كل سنة ده بيكون موسم الأعصير في الولايات المتحدة الأمريكية وبناء عليه كل ولاية بيكون عندها ميزانية داخلية مخصصة تحديدا للأعصير وإزاي يتم التعامل معها ده غير إن كل ولاية بيكون عندها فرق عمل وفرق إنقاذ وفرق دفاع مدني وغيرها من الوسائل اللي عن طريقها يقدر بتعامله مع الإعصار بس في كل مرة الحكومات بتفكر إنها خلاص بقتمطمنة مش هتتعرض لخسائر كتير نتيجة للأعصار بتيجي الطبيعة بمفاجآت محدش بيكون متوقع ولا مستنيها ولا عمل حسابها زي اللي حصل في 2005 في أعصار كاترينا كان واحد من أخطر الأعصير اللي حصلت في أمريكا دمر نيو أورليانز بالكامل على الرغم من إن التكنولوجيا بقت متقدمة جدا إلا إن الأعصير لسه بتسبب دمار كبير وفي أحيان تانية كتير بتكون صعبة التوقع والتاريخ بيقولنا إن الأعصير ملهاش تأثير اقتصادي بس لا لها تأثيرات اجتماعية والأغرب إن لها تأثيرات سياسية مثلا بعد إعصار كاترينا فكومة الوقات المتحدة الأمريكية تعرضت لانتقادات شديدة بسبب سوق استجابتهم للي حصل في الإعصار أو حتى منهم ما استعدوش كويس للكرسى دي ناس بدأت تطالب وقتها بتحسينات سياسية وتغيير على مستوى الحكومة والرئاسة لازم يبقى فيه بنود واضحة في الدستور تحمي الشعب الأمريكي من خطر أي كارتة طبيعية من ناحية الاقتصادية العصير بتأثر بشكل كبير بتسبب خسائر ضخمة في البنية التحتية الطرق الكباري البيوت المزارع كل دي حجاب بتتدمر ده بيخلي الحكومات تصرف مليارات على إعادة إعمار المناطق دي وعلى المستوى الاجتماعي طبعا هيحصل نزوح لعائلات كاملة دي حاجة تؤدي لتشكيل مجتمعات من أول وجديد الناس هتضطر تعيش في أماكن جديدة هيسيبوا وظائفهم ومصادر دخلهم ويبدأوا حياتهم من أول وجديد دي حاجة تؤثر على النسيج المجتمعي مجتمعات كاملة هتعاني من ضغوط نفسية ومشاكل تانية كبيرة جدا وسياسيا ودي الحاجة اللي كانت مفاجأة ان فيه أعصير كتيرة غيرت من حكومات شالت أحزاب وجابت أحزاب أطاحت برؤساء دول ونظم كاملة كانت على واشك الزوال بسبب أعصير التعامل في الأوقات دي لازم يكون حذر جدا ده بتتعامل مع ناس خلاص شافوا الموت بعينيهم ودي حاجة مش بسيطة خلاص فصديك كل في اسكندرية اتغطى ونام ونطمطم شط اسكندرية ده شط الهواء مش شط أعصير والعايز يعني الست فيروس تزعل منين وبس كده أيها السادات والسادة خلصنا كلامنا في هذه الحلقة عن إعصار ميلتون فهمنا بعض المعلومات العامة عن الأعصير وغيرها فلو وصلت لهذه الثانية تأكد أنا كامل لايك ومشارك في القناة فعلكم للتنبيات عشان يجيلك كل جديد اقول لي تحت في الكومنتات الكومنت المعتاد اه وصلت للثانية شكرا لدعمنا في كل مكان وبكل الأشكال وشوفكم ان شاء الله في حلقتين قادمة و السلام عليكم